رئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة افتتح انبارح البطولة العربية العسكرية للفروسية مصر 20-24 واللي بتنظمها القوات المسلحة تحت رعاية رئيس السيسي خلال الفترة من 24 حتى 27 من إبريل الجاري بنادي الفروسية بمدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة وخلال انطلاق البطولة قال السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ان مصر تمتلك الان منشآت الرياضية طليق بمكانتها وبشعبها واصبح لها مدينة ولمبية عالمية لاستضافة جميع البطولات والمسابقات الدولية طبقا لأفضل معايير الاتحادات الدولية احنا من سنوات قليلة مضت كان المكان اللي احنا موجودين فيه ده كانت أرض فضية خالص وكان حلمنا ان احنا يبقى عندنا يعني منشآت رياضية تليق بمصر وبمكانتها وبشعبها وكان حلم والحمد لله رب العالمين خلالي ممكن خمس سنين بقى موجود كل المنشآت اللي احنا بنحلم بيها لمدينة أولمبية ممكن يعني يتم فيها تنظيم كل البطولات والمسابقات الدولية طبقا لكل المعايير بتاعت الاتحادات المختلفة نحن نتكلم مش بس على هنا الفروسية النهاردة لا نحن نتكلم كل المسابقات كل الرياضيات المطلوبة موجود لها منشآت تليق بهذه المسابقات على المستوى الدولي ترجمة نانسي قنقر